واسمحوا لي موضوعنا النهاردة غاية في الأهمية والخطورة ليه يا حضرات؟ لأن أساس الشرع الشريف وأساس الدين الحنيف إيه هو؟ يعني لما أقول لك لماذا خلقنا الله؟ فتقول لي خلقنا الله لنعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حلو متفقين يبقى خلقنا الله للعبادة جميل طيب ولماذا نعبد الله؟ يعني احنا خلقنا عشان نعبد طيب لي نعبد ما هو الهدف من العبادة؟ ما هي ثمرة العبادة؟ ما هي الغاية من العبادة؟ تعالوا نشوف بنصلي مثلا ليه بنصلي؟ بنزود حاجة في ملك ربنا أبدا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى أم الله ليه بنصلي؟ تعالوا نشوف ليه بنصلي وأقنوا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آه احنا بنصلي عشان الأخلاق يبقى ثمرة الصلاة إننا يبقى عندي أخلاق طيب حلو ليه بنحج؟ قال لي فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج احنا بنحج عشان نزود الأخلاق عشان نتحلّى بمكارم الأخلاق عظيم طيب بنزكي ليه بنزكي؟ سواء بقى زكاة مال زكاة الزروع والثمار زكاة الركاز والمعادن زكاة الذهب والفضة زكاة عروض التجارة زكاة الأنعام وستهم ست أصناف بنزكي فيهم زكاة المال معروفة 2.5% زكاة النقدين الذهب والفضة ربع العشر 2.5% زكاة الزروع والثمار عارفين الزروع والثمار وقاتوا حقا ويوم حصادي على حسب يا العشر يا نص العشر ليها جدول كده مش عايزة أشغل دماغ كوبي دي الوقت يعني زكاة الأنعام زكاة الركاز والمعادن الركاز والمعادن ما خرج من بطن الطربة زي البترول حاجة دي زكاة عروض التجارة الشركات والكلام ده ليه بنزكي طيب ألا خذ من أموالهم صدقة تطاهرهم وتزكيهم بها سمو طهارة وسمو آه يبقى أخلاق يعني جميل يبقى عرفنا الصلاة للأخلاق والحج لأجل الأخلاق والزكاة لأجل الأخلاق طب والصيام قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم إذن يا حضرات نشرق ونغرب في برنامج خير الكلام وغيره من البرامج الدينية وخطب الجمعة والدروس في المساجد نشرق ونغرب ونرجع لأهم شيء الأخلاق يا جماعة مكارم الأخلاق ودول أحب الناس إلى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق أحاسن الناس أخلاقا هم أحب الناس إلى رسول الله أحاسن الناس أخلاقا هم أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من رسول الله هم دول اللي هيبقوا في جوار سدن النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده نحن في أمس الحاجة بين الحين والآخر أنه أنا أذكر حضرتك بمكارم الأخلاق وحضرتك مشكورا تذكرني بمكارم الأخلاق ليه؟ لأنه أعلى الدرجات تخذها يوم القيامة بمكارم الأخلاق بحسن الخلق لأنه أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق لأنه النبي قال إن العبداء ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني واحد بيقيم الليل كل ليلة واحد بيصوم النهار جميل صيام النهار وقيام الليل عبادتين عظيمتين جميلة جدا حلو ويجي واحد برضو على قده يدوبك بيصلي الفرائض وبيصلي العشاء والوتر وبينام إلا إنه بشوش بيساعد الناس اللي في إيده مش ليه لو معه رغيف خبز بيقتسموا معه واحد محتاج رجل عنده أخلاق بيساعد الناس وبيطيب خطرهم النبي بيقول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم عارف الإيمان يا حضرات يزيد وينقص صح؟ ففي ناس مؤمنة بنسبة خمسين في المية في ستين في سبعين في تمانين في تسعين في إيمان نائص في إيمان كامل قلنا يا سيدنا النبي حطلنا المعيار اللي على أساسه يكتمل الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا